تفاصيل كبيرة جداً همش عايزين برضو النهاردة وحنا بنتكلم مع الناس عايزين ادي الناس معلمات مفيدة مش زي ما داخلوا ويخرجوا زي ما داخلوا عايزين كل الناس وبطلع كده من الحلقة بتاعتنا كده ممسوط في البداية ما ديجنا تكلم قلت كده في البداية نسبنا لا هي عامل خطر لابد ان احنا ننتبه لهذا العمر هي عامل خطر لكل الناس بيجينا الناس كتيرا جداً في الادات واغلبهم تقعوا مشاكل الازام المختلفة الناس اللي بتعاني بمشاكل الازام المختلفة سواء كان ارسيريتس او اسبيري او امسيجي كده مشكلة مشكلة في الازام كده واجأ سألها سؤال وجواب متكرر لكل واحد فيهم انتي بتابع مع دكتور اعزام او كنت بتابع مع دكتور اعزام اعادت اقديه ست شهور او سنة منهم ست شهور ومنهم سنة طب عملتي ايه انا اخدت حقوق الموضوعية اخدت حاجات كتير علشان مشاكل الازام المختلفة فساعتها انا بشكل مستمري بقولوه طب هل الدكتور نصح كنيدي تنزلي في الوازد وقالي بعد ما استعملت بقلي ست شهور ماشي على النظام البرتوكولي الالاجي اللي هو اللي عليه انا استعملت معك كل حاجة يلا انزلي في الوازد نقطة ديت لازم الناس بتتقلم يوميا بسبب مشاكل نظام مختلفة لازم نمعرفين ان السمنة ديت حمل على العظم في سبيلنا مشاكل في العظم حمل على القلب في سبيلنا مشاكل في القلب اغلب الناس بلا سيسنية لو عندهم مشكلة في السنة سنة سيب لأكتر من خمسين مرض ينتهي بالموت